واحد بس قطاع الكهرباء قطاع الكهرباء لو رجعنا في صيف 2014 طبعا 13 قبله و12 قبله ولكن خلينا الى 14 صيف 14 اللي مر علينا كلنا الدولة قررس في الوقت ده والأحمال وتخفيف الأحمال وصلت منعارف زي التلاف وإيه ميجا حاجة كده رقم رهيب أكبر رقم تقريبا يمكن ما حصلش قبل كده لأنه عندك مشكلة في الشبكة عندك مشكلة في الكهرباء الرئيس دكتور شاكر يا دكتور كهرباء أمن قومي موضوع الكهرباء ده موضوع أمن قومي الصيف الجاي الموضوع ده يتحل مش عالي الصيف الجاي ييجي على المصريين وعندي أزمة كهرباء زي اللي موجودة ومصنع عطلانة وشركات عطلانة وبيوت بتقطع عليها وتلاجات بطبوز وأكل بيبوز والدنيا يعني كان أيام ربنا ميرجحها وزي ما انتوا عارفين زادت أسعار الشمع وأسعار مولدات الكهرباء كله زاد طيب مصريني يعمله إيه فقرر الرئيس يعمل ده هيدخل في هذا المشروع القومي بخطة عاجلة تنفذ في ست شهوق في ثمان شهور مش عشر سنين في ثمان شهور خطة عاجلة لرفع كفاءة وزيادة قدرة محطات الكهرباء حتى لا تنقطع البلد رصدت خمسمية وخمستاشر مليار جنيه في قطاع الكهرباء فقط أكلمك أتحدث مع حضراتكم عن قطاع واحد هو الكهرباء تاني خمسمية وخمستاشر مليار جنيه منها ربعمية تلاتة وتلاتين مليار للإنتاج اللي هو قدامكم واربعة وخمسين مليار لدعم شبكات النقل نقل الكهرباء وسبعة وعشرين مليار لشبكات توزيع الكهرباء ده اللي رصدته الدولة كامل رقم تاني خمسمية وخمستاشر مليار جنيه لقطاع الكهرباء فقط لا غير مش بحاجة تانية ما عربتش مش هتكلم عن حاجة نهاردة غير الكهرباء الخطة العاجلة اللي الدولة تحل بيها مشكلة الكهرباء بتاعت اتناشر وثلاتتاشر واربعتاشر دخلت فورا بعد شغل تامن شهور تلاتتلاف وستمائة ميجا للشبكة اللي ادى انه انه الكهرباء لم تنقطع من الفين وخمستاشر لحد دلوقتي لان احنا زودنا كمان بعد كده ولكن دي الخطة العاجلة اللي كانت الدولة ما كانتش بتنام ووزارات ما كانتش بتنام منهم وزارة البترول مع الكهرباء مع هيئة التسليح بالقوات المسلحة انه لابد من الاستعانة بكل الشركات الكبيرة ولازم نعمل هذه خطة كبيرة ودخلنا استعانة بسيمينز وعملنا واحد من اكبر مشروعات الكهرباء او اكبر مشروع الكهرباء على ارض مصر قدام حضراتكم دخلنا 14400 ميجا وده من خلال التلات مشروعات الكبار تلات مواقع لعاصمة الادارية بين سويف البيرولوس في كفرشيخ اشتركوا في القناة